اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اؤمن بالتغيير وانا اريد ان اكون سببا في تغيير هذا العالم رأيت ان انسب طريقة لدخول هذا الباب هو عن طريقة احد القراءة العالمية ابل ادي يضع اهداف وحقق هذه الاهداف شاب من الشباب الطموحي ويحب الاطلاع والبحث يكون دائما اشجعه على القراءة على العلم لان هذا حتكون له سلاح في المستقبل وانا احنا هنا عشان هدف واحد عشان نساهم في بناء العقول العربي وفي بناء عقل الشر تفضل عبد العزيز وسؤال لجنة التحكيم مرحبا بك عبد العزيز اهلا وسهلا جاهز باذن الله تعالى طيب تحضرني الان قولة لتولستوي الكتاب الذي لا يستحق ان يقرأ مرتين لا يستحق ان يقرأ مرة واحدة لكن ماذا لو شرعت في قراءة كتاب ما واكتشفت انه بعكس قناعاتك هل تكمله ام تستدله بكتاب آخر ولماذا شكرا عبد العزيز اذكرك لديك دقيقة واحدة فقط اسعد الله صباحكم بكل خير انا لدي قناعاتي الخاصة وهي ليست الفضلة ولكن عندما ارى قناعات تعاكس قناعاتي هي اما ان تزيد من اسراري او تصحح مساري لا ثالثة لهما فانا فانا عندما ابدأ بقراءة كتاب واكتشف انه بعكس قناعاتي هل اتوقف واصد النظر لا بل اكمل القراءة حتى ابين لنفسي واثبت لنفسي انني صاحب مبادئ وصاحب قيم لا تتزعزع ولا تتغير مع تغيرات الزمان وانا امة عربية لا تتغير بوجهة نظر او فكرة خاطئة وهذه النوعية من الكتب تساعدني لأكتشف نقاط الضعف التي قد ارد عليها في المستقبل واكون سببا واكون سببا في معالجة هذه الافكار الشاخة نهاية التتار عندما دخلوا الى بغداد وارادوا حلق المكتبات لماذا؟ لانها حضاراتنا لا نهمش اي كتاب ابدا ونهتم بجميع الكتب شكرا لك شكرا لك عبد العزيز بالتوفيق وننتقل الآن الى آية بتريعة من تونس قبل السؤال آية دعينا نتعرف ونحن وساد الحضور وسيدات كذلك على رحلة آية في تحدي القراءة العربي عبر هذا الفيديو عائلتي هي أكثر من شجعني على القراءة كانت لي الداعم الأول والأهم تعلقي بعائلتي مقدس عن الوصف انا فخور بآية إلى حد تعبير لا يوصف لانه هي علمتني معاني الحياة وعلمتني الحب وعلمتني مرش حاجة اني اؤمن ايمانا جازما باننا خلقنا لنكونا قادم نحن هنا منوصل رسالة إلى شبابنا العربي لنكون قدوة لهم لنحفزهم ولندعوهم إلى القراءة انا بطلة لانني لا اعترف بكلمة استسلام في قموسي انا بطلة لانني قدرت ان اكون عنوانا للإرادة ان اكون اسما على مسمع آية أمني تفضلي آية شنو أحوالك باية مستعدة للسؤال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ذاكرك آية قبل السؤال لديك دقيقة للإجابة تفضل كيف حالك آية الحمد لله بخير آية ما أكثر كتاب قرأتي وأثر بك ولماذا دقيقة واحدة فقط أمامك غير من حياتك وأثر بك ما هو الكتاب أكثر كتاب غير في حياتك وأثر بك ولماذا سلام الله عليكم كل كتاب قرأته جعلني أرتقي جعلني إنسانة أرقى مما كنتها البارحة لكن الكتاب الذي خلق بداخلي طوفانا من الإرادة هو رواية الخيميائي للكاتب باولو كويلو فبين كل حرفين وآخرين في هذا الكتاب توجد منابع من الحكمة كتاب جعلني اخترته جعلني عفونا علمني علمني هذا الكتاب أن جاذبية عقولنا لطموحاتنا أقوى من جاذبية الأرض لأجسادنا علمني أن المستحيلة مجرد وهم ليس إلا شكرا شكرا لك يا آية كل التوفيق لكي وشرفتي تونس بالتوفيق آية والآن لنتابع هذا الفيديو الذي يوثق مسيرة هدي الأنور من السودان أنا أقرأ ليعيش القراءة علمتني أن أكون حرة حرة في تفكيري في آرائي وأن أكون عضوا فعالا في المجتمع قراءة العديدة من الكتب التي جعلت عمري يقدر بآلاف السنين هديث هديث تحشق التحدي وتحشق الغراءة منذ نعمة الظاكر يعني من هي صغيرة كانت تحب الغراءة شديث لم أقرأ لأتحدى أقرأ لأغوصى في عقولي عباقرة العالم وأخرج بحلول لأعالج مشاكل مجتمعي يؤثبت لمجتمعنا العربي خاصة ثم إلى العالم عامة أن القراءة هي تليل الشعوب للخروج من براتنا الجهلي إلى أنوار العلم حفظت وسوف أكتب سطرة في كتاب السوداني الجديد تفضلي هديل مرحباك هديل وسؤال لجنة التحكيم لك كيف الأحوال يا هديل بخيري الحمد لله والعزيمة عالية جدا بخيري الحمد لله يا هديل لو جاءك شخص وقال لك يا هديل أنا حياتي مضطربة لا أعرف لي اتجاها وأريدك أن تنصحيني بقراءة ثلاثة كتب لعلها تساعدني على فهم الحياة وتطمئنا حاليا ما هي هذه الكتب الثلاث التي سترشحينها للسائل أولا صباحكم سعادة الكتاب الأول الذي سأختاره هو كتاب لا تحزن للدكتور عائد القرني فأنا مررت بتجربة مع هذا الكتاب هذا الكتاب كان بمثابة عصب من الأمل لأتكع عليها في لحظات حسني وانكساري وسأتكع عليها في لحظات شياختي واحتضاري الكتاب الثاني هو كتاب ملهمون لمحمد بن صالح الخزين هذا الكتاب يطع بك إلى السماء يزيد من عظيمتك يقوي من إصرارك يشد من همتك هذا الكتاب كان بمثابة دافع لي نحو تحدي القراءة العربي كنت أقول لنفسي هديل أنت تستطيعين هديل أنت قادرة الكتاب الأخير هو كتاب قصتي لسموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم هذا الكتاب هذا الكتاب لن يغير حياته شخص واحد بس يغير حياته أمم كاملة سيبني أمم سيبني حضارات أحسنت يا هديل بالتوفيق لك والآن دور جمانة من المملكة العربية السعودية جمانة ماذا خبأت رحلتك لنا في بطولة وتحدي القراءة العربي دعونا نتابع حب القراءة بالنسبة لجمانة هو شيء داخلي ترى أنه حاجة وليس مجرد حواية جمانة طالبة مميزة أبهرتنا بثقافتها فهي قارئة من المكتب أنا جمانة أقدس القراءة لا أنظر للنواحي الأدبية فقط أنا أقرأ في الأدب الروسي الإنجليزي العربي في التاريخ في التقافة في الفلسفة في العلوم أيضا الفيزياء الكيمياء الأحياء أعشقها هي وسيلتي لفهم هذا العالم أريد إضاحة أن القراءة ليست مجرد هواية القراءة أسلوب حياة هي تنيرنا هي تجعلنا نعيش الحياة كما يجدر بناء نعيشها القراءة أسلوب حياة فضلي يا جمانة سؤال لجنة التحكم أهلا أهلا صباحكي جمانة ولا آلأ معرفية كيف الحال الحمد لله بخير جمانة نغادر الكتب ولكن ثمت إشراقات وعبارات ذهبية تبقى عالقة في ذاكرتنا هل ثمت مقولة ظلت في ذاكرتك بقت متوهجة أثرت فيك وتنصحين بها الشباب العربي ولماذا؟ جمانة دقيقة واحدة فقط أمامك تبدأ الآن بالطبع أولا السلام عليكم أهلا مجددا المقولة أقتبسها من كتاب الأرض نقطة زرقاء باهتة لكارل ساغان بالنسبة لي أن نتعامل بشكل أكثر مودة واحتراما لبعضنا البعض لهو مسألة تتجاوز جميع المسؤوليات وأن نحمي ونحافظ على هذه النقطة الزرقاء الباهتة الوطن الوحيد الذي عرفنا تعلقت بهذه المقولة كثيرا لأنني أراها تجسد الأساسيات التي يجب أن يلوم بها كل شاب كل إنسان التقبل والتسامح دائما وأبدا التقبل والتسامح أولا هذا ما يجعلنا نعيش الحياة كما يفترض بنا أن نعيشها أن نتقبل الآخرين أن نعيش وأن ندعهم يعيشون دائما وأبدا شكرا يا جمانة شكرا لك تفخر المملكة وتسعد بك وأخيرا وليس آخرا فاطمة زهراء أخيار من المغرب لنتابع هذا الفيديو معا انخراطي في تحدي القراءة العربي إنه إثبات لهوية العربية إيمانا مني أن كل لسان في الحقيقة إنسان فالذي ملأ اللغات محاسنة جعل الجمال وسره في الضاد فاللغة العربية سحر بيان وسلاسة مفردات وبلاغة أسلوب أحشق الرياضيات لأنني أعتبرها لغة تتقاسمها كل الشعوب لذلك أحرص أن أكون اسما غزير الإنتاج في الحقلين العلمي والأدبي في آن واحد والدايا هما أول من علمني ترتيب أبجدياتي ورصف عباراتي نحن نقرأ دائما في المنزل أنا كنت أقرأ أن أعدو الامتحان أنا وبناتي أنا أحب القراءة ومدخلش الكلية وأشجعهم وفحور فاطمة الزهراء القراءة عندي فرض يومي لا أستطيع أن أتحلى عنها أبداً تفضلي فاطمة التي توجهينها لهم ما الذي يفتقدونهم لديك دقيقة واحدة الكتب أصداف الحكم تنشق عن جواهر الشيام فما أجدرنا شباب العربي بالتعبد في معتكف المفكرين المكتبات نصيحة بالتدرج في صعوبة المقرؤ واختيار كتب تتحدى ولا تعجز نصيحة بتدوق مختلف الأطباق الثقافية بالتفكير فيما نقرأ فالقراءة بداية التفكير والتفكير نهاية كل ضعف وأفول القراءة مجدافن نحو جزيرة التسامح وقبول الاختلاف إذ بالقراءة نعثر على الإنسان داخل كل إنسان نحن ما نقرأ علينا بالقراءة لأن القراءة تلقننا فن الإنسان حتى أن القارئة يرجو هبوب كل ثقافات الأرض قرب بابه بكل حرية رافضاً أن ينقلب من جراء رياحها العاتية القراءة حلية الأذهان ورواء كل ضمآن فلنقبل عليها شباب العرب شكراً لك ساطمة الزهراء أخيار من المغرب هكذا سادة والسيدات الحضور حانت اللحظة التي ينتظرها ملايين العرب عبر كل مكان لستم هنا من يتابع وحدكم ولكن خلف الشاشات هناك من ينتظر حقيقة تلك اللحظة الحاسمة النتيجة وطبعاً بعدما تعرفنا على الأبطال الخمسة الذين أخذوا التحدي النهائي اليوم هنا سوف تقوم لجنة التحكيم باحتساب نقاطهم بحيث ستضاف نقاط التحدي الأخير هذا إلى تلك التي جمعوها من خلال مشاركتهم في برنامج تحدي القراءة العربي كذلك أدعوكم أيها السادة والسيدات إلى اختيار من ترونه الأجدر من بين الخمسة الأجدر فقط هو من سيحصد لقب هذا اليوم هناك أجهزة تصويت على مقاعدكم ما عليكم سوى اختيار الرقم الظاهر أمامكم أو سوف يظهر على الشاشة الآن نعم إذن كما نرى الرقم واحد يشير إلى عبد العزيز من الكويت الرقم اثنين إلى آية بطريعة من تونس هديل أنور الرقم ثلاثة وجمان المالكي الرقم أربعة وفاطمة زهراء أخيار الرقم خمسة بدأوا التصويت دقيقة واحدة فقط للتصويت نذكر بأنكم أنتم من يقرر مصير أو هوية بطل هذا العام من هو بطل تحدي القراءة العربي في موسمه الرابع يعني أذكر فقط بأن هناك أكثر من خمسة وثلاثين مليون طالب وطالبة منذ بدء هذه الفعالية قبل عدة أعوام خمسة وثلاثين مليون طالب وطالبة على مستوى الوطن العربي واليوم وصلنا إلى أرقام كبيرة جدا يعني اليوم وصلنا إلى تلتعاش ونصف مليون طالب وطالبة من العالم فقط تسعة واربعين نعم دولة حول العالم تشارك في هذا العام تسعة وتسعين ألف مشرفة خمسة وثلاثون مليون مشارك كما قلت سبع وستون ألف مدرسة عبر أقطار الوطن العربي يبدو بأن التصويت قد انتهى يكل صوت مش عم نسمع نعلن انتهاء التصويت إذن وإلى حين استلام النتائج نترككم مع كلمات ليست كالكلمات اللغة فيها تجمعنا أنا أول ما قريت على بالي الغنية مو باللغنية والأرض توحدنا والوطن العربي قبلتنا فلنستمع إلى عبق من أنشيدنا الوطنية ثم نعود سارعي المجد والعليا مجدي لخالق السماء موسيقى تحت آيالي جميلة العربي يا عباد نحن من عهد اليمين أوفياه من كرام العربي بلادي 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 حبي وقهدي إذا قهالة الشريعة والعروبة والقياة عاشت مملكة البحرين قاموا لكانوا ربيع الولاد وعبت السماحة في تحر السلام سعدت الجباية وهدت النظار من نظارت المحايا حطرت الضوء وقليل كويت سلك للفجل وعلى جبيدك طارع السلاعي نحن مصدفة حياة الأممات وأعقدنا العزم أن تحلى التدائر باشهدوا 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 قلنا للوقر للعراب العلم للقوا عين الزمن سيفنا والقلب اخوتي هيا للعنى سعيا مشهد الدنيا أنهنا نحيا والشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيس القدر نتحدى الموت عند الجحب نشتري المجدر من أغلى ثمن هذه الأرض لنا فليعش سرداننا ومشهد الدنيا باشي غيالي عاش التحاد وإبارة وطنان عشتين شعب دينه الإسلام حده القرآن حصدتك بسم الله يا وطن حصدتك بسم الله يا وطن موسيقى نود أن نذكر جمهورنا بأن جائزة تحدي القراءة العربي تتألف من أربع فئات وهي بطل تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي والمشرف المتميز المدرسة المتميزة والطالب المتميز من الدول غير العربية حيث تم تقييم الفئات الثلاث الأخيرة من خلال لجان تحكيم خاصة لكل فئة ضمن مراحل تقييم عدة اسمحوا لنا الآن أن ندعو سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للصعود إلى خشبة المسرح وتكريم الفائزين وندعو أمين عام تحدي القراءة العربية سيدة مونال كنفين أيضا ندعو أبطال التحدي على مستوى جميع الدول المشاركة كي ينضموا إلينا لتكريمهم والبداية من فردوس بوزريوح من ألمانيا سارة محمد خير موسى من الدنمارك مريم لمغاري من فرنسا موسيقى سيرين فواز من هولندا موسيقى هيا محمد من الولايات المتحدة الأمريكية محمود بلال حماد من السويد محمود بلال حماد من السويد موسيقى 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 نعيمة أحدو من إسبانيا موسيقى 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 ديانا عادل من إيطاليا موسيقى موسيقى محمد كمال عمارة من النرويج موسيقى باسم نصري من أصريا من بلجيكيا موسيقى نور الجبوري من الهند موسيقى محمد الفاتح السطم من فنلندا موسيقى ميناء نشأة من الصين موسيقى تغريد وليد السعيد من إندونيسيا موسيقى موسيقى ماسا محمد من كندا إحسان محمد من جيبوتي ماريا أحمد المجيد من أستراليا شكرا لك سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان شكرا طويلا أمر أما الآن فأدعو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي لتكريم الفائزين محمود ياسر أبو الفتح من يوزلندا اعتصام زهير حنوف من ماليزيا بيسان كامل من روسيا أحمد حسن مريض من بريطانيا مزنى نجيب من دولة الإمارات يا سلام تستاهل نعيمة كبير من الجزائر شيماء قواقز من الأردن أم النصر سيداتي من موريتانيا فهد الحابوض من المملكة العربية السعودية رانيم سمير من جمهورية مصر العربية بشرة عبد المجيد أسيري من البحرين عمر المعايطة من فلسطين الشيماء ناجي من جمهورية مصر العربية ممثلة بالأزهر الشريف سمية المفرجية من سلطنة عمان لبناء أحميدة ناصر من لبنان والأبطال الخمسة كذلك عبد العزيز الخالدي من الكويت هايا بثريعة من تونس هديل أنور من السودان جمانا المالكي من السعودية فاطمة الزهراء أخيار من المغرب شكراً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي شكراً طويل عمر مبروك لجميع أبطال تحدي القراءة العربي والآن جاءت اللحظة لنستأذن راعي الحفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم كي يتفضل للمسرح والآن أولى الجوائز في هذا اليوم جائزة المشرف المتميز فمن بين تسعة وتسعين ألف مشرف ومشرفة بلغ فقط ثلاثة منهم المرحلة النهائية وهم الدكتورة رولا مصطفى محمد من الأردن والأستاذ محمد الخيطر من المغرب والأستاذ أميرة نجيب من مصر بناء على تقييم جهودهم في توجيه ودعم الطلب المشاركين في تحدي القراءة العربي أن لقب هذا العام المشرف المتميز يذهب إلى أميرة نجيب من مصر المترجم للقراء وننتقل الآن إلى جائزة المدرسة المتميزة في تحدي القراءة العربي والتي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي من بين 67 ألف مدرسة تتنافس ثلاث مدارس على اللقب هذه المدارس هي الإمام النووي من السعودية ثانوية طرابلس الحددين الرسمية للبنات من لبنان ومدرسة الرمز للتعليم الأساسي من الإمارات أما المدرسة الفائزة فهي مدرسة الإمام النووي من السعودية الوقود وننتقل الآن إلى جائزة الطالب المتميز من الدول غير العربية والفائز هذا العام هو أو هي محمود بلال من السويد محمود يعني فرحة للتعليم الأساسي من الدول قبروك لكل الفائزين عاماً بعد عام نكسب من خلالكم دعمات متينة حقيقة ومتجددة في حصن لغتنا العربية كما نود أن نعلن من خلال هذا اليوم من خلال هذا المنبر عن مبادرة رفيعة جامعة أبوظبي مشكورة تفضلت بتوفير منح جراسية كاملة لأوائل التحدي بالتخصصات التي يرغبون بها وذلك لعشر دورات قادمة من تحدي القراءة العربي فشكراً جزيلاً لهم شكراً لهم أما الآن شهد دعينا ندعو أبطال التحدي للاقتراض تفضلوا أبطالنا الأوائل بحانة لحظة الله لحظة لطالما انتظرناها النتيجة النتيجة نتري الكرت نريد النتيجة جميعكم هنا أبطالنا فائزون كما يقولها دوماً صاحب السمو الشيخ محمد في كل عام يعني لدينا بطل أو بطلة لدينا فائز أو فائزة ولكن حقيقة لا خاسرة في هذا اليوم نعم من خلال المنافسة المتقاربة من خلال جهد وتعب أكثر من عام أيها السادة والسيدات في كل مكان ولكن جاءت اللحظة الحاسمة شخص واحد فقط سوف يأخذ وسوف يحصد لقب هذا العام من هو من هي لحظات توتر من هو إذن بطل تحدي القراءة العربي لسنة 2019 أحمد منتظرون على أحر من الجمر الفائز أو الفائزة في تحدي القراءة العربي للعام 2019 في موسمه الرابع هديل أنور من السودان ألف مبروك ألف مبروك هديل تستحقين هذا اللقب ألف مبروك للسودان شكرا لجميع الحضور ألف مبروك هديل هيدموع الفرح لنكتر الجميع ندعوكم إلى صورة جماعية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب ندعو أيضا لجنة تحكيم تحدي القراءة العربي اللي يضموا إلينا لأخذ هذه الصورة الكارية الجماعية الفنانة ماجدة الرومي يعني شدت بكلمات ليست بالكلمات أو ليست كالكلمات من أشعار الرائع مدحة العدل نوجه لأجمل تحية متواجف معنا هنا ألف مبروك هديل أبوك للسودان أحمد من أغضبك أنا ما بهذه بصورة بصورة شكرا لكم هؤلاء هم أبطال لحد القراءة العربي لسنة 2019 مبروك للفائزين وحقيقة لكل فائز اليوم وفي هذا الزمان شكرا لسموكم جمهورنا الكريم شكرا لكم 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 بإيق容易 شكرا لكم mamo وكم موسيقى أولا كسودانيين حدث كان خارج السودان وعلى مستوى العالم العربي كله والمناسبة ذاتك مربوطة بأي شيء حس عليه الدين الحنيف ألا هو القراءة وكان أول أمر رباني نزل للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ فلهذا نهني أي شعب السوداني وأسرة ابنتنا هديل ونسأل الله أن يوفقها لكثير من النجازات مرحب بك وهديل السودان انتزعت فوز كبير من ضمن 13 ألف طالب وطالبة نعم هذا شرف كبير للسودان ونحن كناس مهتمين بكرة الغدم نقول عندما نفوز في المبارة 11-11 نحتفل فما بالك على من يفوز على 13 مليون نفتكر أنه ده كسب كبير للسودان والسودان فيه مواهب في مجالات متخصصة يحتاج لمن يكتشف هذا أساس كبير يعم ابناء الجالية السودانية والمقيمين بالإمارات هذا الفرح الكبير انتزاع هديل لقب بطلة تحدي القراءة في دورته الرابعة نتعرف على وقع هذا الانتزاع لهذا اللقب والله يريد أنه لفرح ما بعده فرح صراحة نحن كجالية السودانية في الإمارات أكيد هذا الخبر أصابنا بموجة من الفرح العارم من خلال أبناء الجالية السودانية في الإمارات هذا الفوز من بين 13 مليون متسابق أنا أعتقد في حد ذاته حدث كبير ولذلك نحن الآن في القنصلية العامة في دبي بدعوة كريمة من القنصلية العامة لتدشين هذا الفرح وأكيد في السودان أسرة الكبيرة وأسرة الكبيرة سوف يعني بواكير الفرح وشلالة الفرح سوف تكون في السودان إن شاء الله مرحبا مرة ثانية وألف ألف مبروك شكرا لك سيد عيسى آدم إبراهيم مرحبا بك باش مهندس وماذا أنت قائل لأبناء السودان في شخص هديل الذين وصفهم صاحب السموى الشيخ محمد بن راشد بالمثابرين والمطلعين شيء أكيد لأن هذه البنت مبدعة أبدعت وحرزت المركز الأول فلها الشكر ونتمنى لها في المستقبل أن تواصل ونتمنى من حكومة السودان أن ترعى هذه الهديل مثل هذه الهديل لا يتكرر كثيرا لتذكرني دائما بعبدالله الطيب فأرجو السودان أن يهتم بها اجتماما كاملا ونحن من عندنا هنا في الأمارات إن شاء الله نكون سند لها في المستقبل هذا اسم جميل يضاف لي اسم هديل الهديل الهديل ده شيء جميل مرحبا بك وماذا أنت قائل للشعب السوداني ولكل أبناء السودان في شخص هديل السودان صراحة يعني هديل أبدعت أبدعت عديل كذا صراحة يعني واسقت صدورا صدورا كل يعني فكانت فرحة لا تضاهيها فرحة الشعب السوداني في الأمارات من المبارح لحد أسع احتفالات وكل الجاليات الأخرى تتصل فينا تهني بهذا الإنجاز الكبير نتمنى لها التوفيق والسداد أهلا بك في هذا الفرح الكبير وماذا أنت قائل للجالية السودانية وأبناء الجالية السودانية بهذه المناسبة العظيمة جدا فوز هديل السودان باسم أبناء السودان أولا أهني الشعب السوداني قاطبة وأهني الجالية السودانية بدولة الأمارات العربية المتحدة بهذا الإنجاز الذي تحقق وأهني الإبنة الكنداكة هديل وتمنى لها مزيد من التوفيق والنجاح والتقدم مرحبا بكم مشاهدينا ما زلنا ننقل فرحة السودانيين بدبي بانتزاع بطلة القراءة هديل هديل السودان في هذه المساحة معنا الأستاذة سلمة ياسين مرحبا بك سلمة أهلا وسهلا بكم معنا في القنصلية العامة لجمهورية السودان في دبي مرحبا بك يا سلمة وأنت أم أكيد الفرح يعني جواك أكبر وأعظم وأجمل بانتزاع هديل للقب بطلة تحدي القراءة بصراحة هديل انتزعت اللقب فعلا وهي تستحقه بجدارة وأنا كأم زي ما أنت قلت يعني أنا بتمنى من كل أم كمان إن هي تشجع أولادها عشان مش هي برها تفرح صراحة نحن الليلة أمة هديل كلنا وبجد نحن حاسين بالفرح وبالانتصار حدي القراءة العربي إن شاء الله دائما سيكون معنا في السودان هديل السودان تنتزع لقب بطلة تحدي القراءة وترفع علم السودان عاليا شامخا في كل دول العالم حبي من خلالك ننقل إحساس هذا الفرح ووقع هذا الانتصار في نفوس أبناء السودان بالإمارات وفي شخصك طيب بتأكيد ووقع هذا الفوز لإبنتنا هديل أنور الزبير افتكر هي حاجة مشرفة جدا لكل السودانيين داخل السودان وخارج السودان فهو فوز بالتأكيد فوز مستحق المسابقة شاركوا في حوالي 13 مليون ونص من حول العالم فكونه من 13 مليون ونص تستطيع الإبناء الفائزة هديل أن تفوز على كل هذا العدد فبتأكيد هذا جهد كبير وهذا فخر كبير جدا لكل السودانيين للمعلمين السودانيين وبالنسبة لنا بالتأكيد هنا في الأمارات كان الواقع أكبر كل الجالي السوداني أو كل السودانيين الموجودين في الإمارات كانت فرحة كبيرة جدا عمت كل الإمارات أبو ظبي دبي الشارق عجمان أم القوين الفجيرة كلها كانت في فرحة غامرة يوم أمس وبالتأكيد كان حضور سوداني مشرف جدا في الأوبرا دبي فحقيقة هي استحقت هذا الفوز بجدارة فتحية لها وبالتأكيد لأسرتها الكريمة والدها والدتها ولمشرفتها بالتأكيد كان هذا جهد كبير ومدرستها بالتأكيد كان للقنصلية العامة بدبي دور كبير حتى الفوز وفي حشد وتواجد السودانيين داخل القاعة والتصويت حتى الانتصار لهديل والآن نحن في القنصلية نشارك في التكريم الذي تقوم به القنصلية السودانية بدبي نعم نعم بالتأكيد القنصلية كان لها دور في التواصل مع الجاليات السودانية ومجالس الأندية السودانية والأندية السودانية في كل الإمارات الشمالية ودبي وحتى الأخوة من أبو الظبي شاركوني في هذا الأمر فكان لابد أن يكون المجتمع السوداني هنا في الإمارات حضور كبير ومشرف ومميز بدار الأوبرا وهذا ما كان الحمد لله رب العالمين وطبعا استحقت تلك النتيجة بجدارة وكان حريا بنا جميعا في القنصلية السودانية أو حتى في السفارة السودانية وكل مجالس الجالية السودانية بالإمارات أن نحتفي بها فهذا فرح لكل السودان وبالتأكيد وبصورة خاصة لكل السوداني المقيمين هنا بالأمارات العربية المتعدة ومن هذا الباب يعني رأت السودانية للقنصلية أن نحتفي جميعا في القنصلية وخارج القنصلية وجميع الجالي السوداني المتواجد في الأمارات بابنتنا وبطلنا هديل هنا في القنصلية السودانية بدبي إن شاء الله تعالى سوف يتم تكريمها من قبل القنصلية والسفارة وكل مجالس الجاليات الأندية السودانية وكذلك من الأسر المهنية الموجودة الأسر الرياضية القضاة الأطباء المهندسين ورجال الأعمال من خلال مجلس العمل السوداني وهذا ما تستحقه بالتأكيد ساعة القنصل وجد هذا الانتصار والفوز فرح كبير جدا من كل الجاليات بالإمارات ومن حكام وشعب الإمارات وعبارات جميلة جدا ومعبرة عبر بها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن السودان وعن ثقافة وإطلاع أبناء السودان بالتأكيد جميعنا تابعنا للمشاركة الإبن هديل وبالتأكيد كان أدائها مقنعا جدا لجميع فإنهالت بالتأكيد كل عبارة التهاني من كل الجاليات المتواجهة هنا لكل الإخوة السودانيين وكلنا تابعنا تغريدة سمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بعد تتويجها وفوزها وتهنيئته شخصيا لها وهذا بالتأكيد شيء كبير كل الشكر والتقدير سعادة القنصل الغانم أحمد يحيى القنصل العام بالإنابة بيئة القنصلية العامة بدبي والإمارات الشمالية ومساحة أخيرة تقول فيها ما تشاء ولمن تشاء بالتأكيد الشكر الجزيل والتقدير الكبير لحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة والشكر الجزيل لإسموه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي على اهتمامه الكبير فهو المنشئ هذه الجائزة والتي وجدت تجاوبا عالميا كبيرا فالشكر الله هو الشكر للشعب الإمارات الشقيق لما قدمه لما ظل يقدمه دوما وبالتأكيد الشكر يمتد لكل الأسرة السودانية جميع المتواجد بالأمارات كل الجالية السودانية وعلى مشاركتهم حقيقة القوية والكبيرة التي رأيناها بالأمس في دار الأوبرا في دبي الشكر لهم جميعا والشكر بالتأكيد للفائزة والبطلة ابنتنا هديل ولأسرتها الكريمة والتحية والتجلة والتقدير للكل ما أريد أن أؤكده أننا بالقنصلية العامة لجمهورية السودان بدبي نحتفي دوما بكل أبنائنا وبناتنا الذين تميزوا ويتميزوا في كل المجالات علمية ثقافية رياضية إعلامية كيفما كانت فهم يمثلوننا هم خير سفراء لنا فنتمنى أن نرى دوما أبنائنا وبناتنا في العلا وفي الأعالي فالتحية لكل أبناء وبنات بلادي ونتمنى دوما أن نرى السودان في المكان الذي يستحقه دوما بمناسبة فوز ابنتنا هديل أنور التي رفعت رأس كل السودانيين بدولة الإمارات العربية وبيئة السودان وكل السودانيين في كل أنحاء العالم نبارك أولا لوالدتها التي تعبت معها ونبارك لوالدها الموجود بيننا الآن ونبارك لأسرتها السقيرة وأسرتها الكبيرة وكل السودانيين في بلادي هذا النجاح وهذا الفوز بالتأكيد كان وراءه تعب وإنجاز وقراءة وتركيز عالي يفتح الباب على مصرعيه لكل شبابنا وبناتنا وأولادنا في أن يخوضوا مثل هذه المنافسات ولا بد أيضا الاهتمام بهم وفتح الفرص والمشاركات الخارجية لهم حتى يتم التدريب لهم وفتح الفرص لكي ينالوا مثل هذا الفوز الشخصية السودانية شخصية مميزة إن وجدت الاهتمام ووجدت المشاركة ووجدت التقدير أنا متأكد سيكون هناك أمثال هدي الكثيرون وكثيرات في نجاحهم الباهر هذه لا بد أن نلتفت وتلتفت الدولة أيضا الاهتمام بهذه الشريحة المهمة النقطة الثانية هي الشكر والتقدير الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة والشكر خاص لسمو الشيخ محمد بن راشد لاهتمامه بهذا البرنامج وهذه الشريحة وهذا الإبداع وهذا الإبتكار وهذه المغدرات الحقولة النيرة ونتمنى لهم جميعا التقدم والازدهار ودائما في دولة الإمارات تقدم مشاريع لها وجود حي والآن تستشرف المستقبل وأيضا لهم مشاركات عديدة لهم التحية والتقدير على فتح هذه الفرصة ونشكر لكم هذه الإتاحة الضريفة الجميلة في قناة الشروب لمشاركتنا في دولة الإمارات ونحيي الجالية السودانية في دولة الإمارات والآن يعدون العد أيضا لهذا التكريب بنقول لها ألف ألف مبروك ألف مبروك للسودان عامة وألف مبروك لكل سوداني في أي دولة نحنا هنا كأمهاد كأهل كجالية سودانية طبعا الغنصلية السودانية هي بيتنا الثاني وبيتنا الأول طبعا أبو ظبي السفارة وهنا الغنصلية نحنا هنا ما شاء الله تبارك الله أسرة واحدة الحمد لله ففرحتنا بهديل يعني بكت كل الجنسيات مش نحنا السودانيين بس فرحانين بها فرحة فرحة يعني إنه نحنا في سوداننا فوق وحاليا نحنا بفوزة دي بقينا في العلالة الحمد لله وتكريم الشيخ محمد ليها يعني جد حاجة مشرفة حاجة حلوة شديد إنه بيتنا تفوز على مستوى كل الجاليات المشاركة كل الدول المشاركة نحنا كسودان في وقت زايدية هو سوداننا أصلا فوق لكن نحنا فوق بيتنا هديل موسيقى